السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعدنا مع الحلقة الرابعة من مسلسل لحم غزال وزي ما شفنا في الحلقة الثالثة ان سيد دخل شقة غزال ولقى كيس البودرة في العلبة وخاله وحطه في جيبه في الوقت ده غزال كانت نايمة والباب خبط قامت بسرعة تفتح لقيت سلامة صاحب البيت جاي تطمن على الشقة بتاعته وطبعا سيد اول ملاق الباب يخبط راح استخبى وراء السطارة واول ما سلامة دخل على القوض عشان يعين الشقة بتاعته سيد انتهز الفرصة وخد بعضه وهرب وبعد ما سلامة مشى قامت غزال عشان تشوف العلبة اللي فيها الكيس وملاقيتش الكيس وقعدت تدور عليه في كل مكان اما الماشهد اللي بعد كده فكانت شوق مع جزها وابنها نور وشوقه وابنها مش طيقين جزها خالص جزها سألها بتشوف مدامة عليا قالت له من ساعة اللي حصل وانا مش بشوفها والمشهد اللي بعد كده ظهر سيد وهو ماسك كيس البودرة ومستغرب ايه اللي ودى كيس زي ده عند وحدة زي غزال اما المشهد اللي بعد كده فظهر عليه راح المستشفى وقعد يتحايل على السول عشان يدخل يزور ابوه وفعلا سمح له اللي هو يشوف ابوه ودخل لقاه في حالة غيبوبة وقعد يكلمه هو في الغيبوبة ويقول له هتقوم امتى انت وحشتنا قوي وكان زعلان جدا على حالة ابوه والمشهد اللي بعد كده عليا راحت عند ابوها ولقيته قاعد بيسمع قرآن فاستغربت جدا قالت له انت من امتى بتسمع قرآن لها لا شرب نافع ولا مهدئات نافعة قلت بقى رجع الزكريات بتاعت ابوه الله يرحمه لما كان بيشغل القرآن في البيت قالت له انت لما حبيت تحس بالامان افتكرت ابوك الله يرحمه اما انا حس بالامان فين وقال لها انت هتفضلت حاسبيني لغاية امتى قالت له لغاية اللي انا فيه ما ينتهي وقامت عشان تمشي قال لها على فكرة تلع حكم النهار ده علي انا وانت تاني اما المشهد اللي بعد كده شوق راحت لعاليا البيت الصبح بدري ولقيت الدنيا مقلوبة عاليا كانت صحية وقالت لها شفت اللي حصل حد دخل البيت وانا مش موجودة وخد الكيس اللي جبته من ابو نعسى والمشهد اللي بعد كده علي كان مجتمع مع الرجال اللي عامل معهم المشروع وكان شكلهم قلقانين من تدخل صبح في كل حاجة بيعملوها وكانوا عايزين يلغط شركة اللي ما بينهم طبعا علي كان متضايق جدا من الكلام ده في الوقت ده جيل علي تليفون وقالوله ان الحج مأمون فاء علي تلع يجري بسرعة على المستشفى عشان يشوف ابوه بعد ما فاء ودخل عليه ولقاه مبتسم وفجأة الجهاز صفر وبكده مات الحج مأمون وعلي ما كانش مصدق نفسه وقعد يعيط وكان منهار جدا وكمان اخواته برا لما عرفوا الخبر انهاروه من العياط ولما الخبر اتعرف في السوق الكل كان زعلان معاد طبعا صبحي ومراته قدرية كانوا فرحانين جدا لدرجة ان قدرية كانت بتزرغت جوه السوق اما المشهد اللي بعد كده سيد راح لصبحي وقال له ان لقى عند غزال كيس والكيس ده كان مع ابو نعسى قبل ما يختفي وسيد كان حيتجنن عايز يعرف ايه علاقة غزال باب ونعسى غزال ركبت ترباس للباب عشان خايفة ان حد يدخل عليها تاني وبعد كده راحت لست الناس وقالت لها ان هي كانت قلقانة ومشي جايلها نوم فقالت تيجي تقعد معها شوية وسألتها انت بتكرهيني كده ليه ردت عليها ست الناس قالت لها كفاية اول يوم جتي فيه ولا عتلنا في البيت وبعد كده عزمت عليها انها تقعد تتعاشى معهم والمشهد اللي بعد كده كانت شوق وقفة في المطبخ دخل عليها جزها وسرق الموبايل من غير ما تاخد بالها لان شكله كده عرف ان لسه فيه علاقة بين شوق وعالية غزال رجعت بيتها ولقيت صبحي قدامها ومطلع المطبع بيهددها بيها سألها الكيس ده بيعمل عندك ايه واشتريتي من مين قالت له انا جايبها عشان ناس ومش عارفة انا هشتريته من مين وهددها ان هيجيب البوليس ويحقق معها عشان اختفاء ابو نعسى وقعد يضغط عليها ويسألها فين ابو نعسى فين ابو نعسى فاعترفت له وقالت له انا قتلته زي ما انت قتلت الحج مأمون فراح ضربها بالقلم وانتهت الحلقة على كده لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأسيلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته